أغذية مفيدة وبطرق بسيطة يمكن تهيها وهي تعمل كمضادات للأجسادة ومقاويات للجهاز المناعي هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي البطاطا نفسها كسعرات صحية بدل ما أخذ حاجة فيها سكر أبيض بحاول على الأد ما أقدر أن أبدأ عن السكرات والنشويات فممكن أخذها أسلؤها ممكن أعملها زي طواجن أحط عليها لبن وحط عليها معلقة زبادي حط عليها مكسرات المتاحة لأن المكسرات برضو مضادات أجسادة وأحماض دهنية مشبعة مشبعة فدي بتبقى قيمة غزائية عالية ممكن أحط عليها سوداني ممكن أحط عليها الزبيب أي حاجة متاحة في البيت وأعملها صانية وحطها في الفرن أو ممكن أقدمها لابني وهو رايح المدرسة أحطها له في اللونش بوكس بتاعته ويقدر يأكلها بالمعلقة فأنا كده قويت جهاز المناعي عندي أرع العسل البيتا كاروتين موجودة فيه ونسبة الزنك عالية جدا في أرع العسل وإحنا عارفين أن الزنك ده كان بيتقدم من ضمن بروتوكول كورونا يعني بيعلي المناع ده موجود بنسبة عالية قوي في أرع العسل ممكن أرع العسل أعملهم هلبية ممكن أعملوا صواني وحط عليه برضو أي نوع مكسرات موجود في البيت طيب عندي كل أي حاجة صفر عندي الجذر ممكن أعمل لبني مربط جذر ممكن أقدم له الجذر في الصلطة ممكن أعمل عصير البرتقون بالجذر كل الحاجات دي غنية بيتا كاروتين ودي كلها مضادات أكسادة بترفع المناعة بعد كده بتكلم عن الصبغة الثالثة أنا دايما بنصح ربة البيت أن هي عنيها تروح للألوان وتخلي ولادها عنهم يروحوا للألوان كلما روح للألوان في الأكل دوت مضادات أكسادة عالية فبالتالي بتبقى مناعة عالية أنتي أكسدنت يعني أنتي كانسر اللي هو أقوى مرض الأنتي أكسدنت دي بتحاربها طيب أنا بأتكلم عن الصبغة الثالثة اللي هي صبغة الحمرة الأنسو ثانين موجود في أيه؟ موجود في البنجر وأنا البنجر دلوقتي عندي الناس اللي بتخلل لفت他们 وبتحب المخلل ممكن أضيفهم أعمل البنجر نفسهم خلل واكلهم مع المخلل بتاعي مش بس أنا أحطو كلون ممكن أحط الرمان أعمله بالبنجر ممكن أحط البنجر في الصلطة ممكن عصير الطماطم اللي أنا بأعمله للأكل بتاعي أحط عليه بنجر مسلو ممكن الماكرونة اللي هو البريتسوس ممكن أقدمها بالطماطم وبالبانجر أي حاجة حط فيها البانجر ممكن نعمل البانجر شرايح وقدمه لابني وهو رايح المدرسة برضو ياخده كل دي مضادات أكسادة عالية الأنسوسانين برضو دي السبغة الحمرة ممكن نلاقيها في الفراولة ممكن نلاقيها في الفلفل الأحمر أي حاجة فيه سبغة حمرة يعني خلي ما أبدأك دايما كل ما هو أخضر داكن كل ما هو أحمر داكن كل ما هو سبغات كل دي مضادات اكسادة متاحة ليا فبتعلي منعتي ممكن برضو ان انا ادور على التمور احنا دلوقتي انا محتاج في الشطة لطاقة وبدل ما ادور برضو زي ما قلت على السكر الابيض او الحاجات اللي فيها نشويات زي الوقت ايه الابيض ممكن انا استغل ان انا عمل الصبح كباية بليلة باللبن بمعلاقة عسل او ممكن كباية طمر باللبن وعليها مش احتاج بقى لعسل ولا سكر لان السكرات موجودة في التمور ودي سكريات صحية تمتص بالتدريج ممكن برضو ان انا اعمل كرات من العجوة احط عليها جوزهند وحط عليها سمسم وحط عليها سوديني واشكلها من الطمر وقدمها لابني في اللانش بوكس ممكن لو انا جوعة اكلها يبقى سعرات صحية موسيقى موسيقى كل يوم ما بنشهد تقدم وتطور في كل المجالات ما شاء الله ربنا اعم علينا بمتخصصين بعلماء باطباء الكل بيبحث في كل المجال ممكن قد يؤرق صحة الانسان معنا النهاردة هذا المرض مرض فعلا هو بيقى شديد وقوي جدا على كل من يوصاب به وبالتالي منظمة الصحة العالمية في كل فبراير وبالتحديد 4 فبراير هو ده اليوم العالمي طبعا بتحتفل به منظمة الصحة العالمية بتحتفل بالابحاث بالدراسات مش احتفالية فقط انه هو يوم عشان يذكرنا لا يوم عشان تجمع فيه إدراسات الحديثة وان شاء الله حيأتي قريبا يوم حنقضي تماما بفضل الله وبفضل هذه الأبحاث على هذا المرض عايزين نتكلم عن أهم عايزة أقول دعم الحقيقة لهذا المرض بالتحديد هي المناعة هذا الجهاز القوي الخطير عشان أقدر أكمل الحياة وكمل الطريق واطلع على خير تعالوا نشوف النهاردة ايه المنظومة الغذائية المنظومة أو الثقافة التغذوية اللي ممكن نهتم بيها دكتور أسماء خالد معنا النهاردة خصوية تغذية طبعا ونقول واسمنا لكن هي هذه التفصيلات الخاصة مهمة قوي النهاردة عشان نشوف أطواق النجاة بعيدا عن هذا التقرير للتقرير فأنا كان بيكلم عن مضاد لأجسادة لكن عندنا الكثير والأسرار مع دكتور أسماء ازايك دكتور؟ أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي زينا والقناة التانية طبعا نحن سعداء بوجودكم معنا وبحب أقول الشابات كده بيبقوا دايما هم أصحاب الدراسات الجديدة والحماس ودايما متابعين كل هذه التفاصيل الخاصة باستحق العامة كمان لمرض السلطان سواء النساء أو رجال أو حتى أطفال وبنها وليه دكتور أسماء أهمية هذه المنظومة التغذوية قد ايه مهمة قوي لرفع جهاز المناعة لهذا المرض؟ لازم نكون عارفين في البداية أن الصحة الجيدة بتبدأ من الأمعين وأن المعدة هي الدواء لكل مرض هنلاقي طبعا أن طريقة اختيارنا لأكلنا بتأثر بستلبل أو الإجابة على صحتنا والدليل على كده أن في السنوات الأخيرة بدأت تنتشر أمراض كتير زي الأمراض السرطانية وده طبعا نتيجة غياب الثقافة التغذوية الصحية نتيجة لجؤنا للفاست فود للوجبات السريعة والأكلات الغير صحية اللي بيكون فيها دهون مهدرجة ودهون غير صحية بنسب عالي ليه مش عايزين نعترف؟ ليه مش عايزين نقول لا أستوب يا جماعة للريح جاي الجنك فود والفاست فود ليه؟ وبناتنا والشباب في المرحلة دي عشان نصاب بعد كده بهذا المرض رغم التحذيرات الشديدة حسنة إيه الخلل؟ إيه الدنيا مش راضية تستجدك؟ هو ده للأسف الثقافة يعني غياب الثقافة بالنسبة للمومز يعني إحنا حتى لما بنيجي نوعي بضرورة التغذية الصحية السليمة بنبدأ بالمومز الأم هي اللي بتربي ابنها من البداية إيه طريقة اختياره لأكله؟ هل المعتمدة في أكلها على الوجبات السريعة ولا لأكل البيتي؟ فالأم بيكون لها دور كبير في الموضوع ده بس أنا عايزين برضو حتة إيجابية إن إحنا بنلاقي بلوطة الستات ماشاء الله جايبة في النوادي وفي الأماكن علم بحطوط فيها الأكل من البيت أنا برضو عايزة دي بارقة أمل يا جماعة لإن فيه فعلا رودة أفعال إيجابية ده طبعا مع انتشار بقى وانتشار دي كاترة كتير بتكلموا فيه بدت الثقافة إلى حد ما تنتشر بين الأمهات خصوصا المومز لسه صغيرة في السن طبعا الأكل الصحي هو أكل بيحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز جهازنا المناعي في الأكلات دي بنهتم أكتر بالعناصر اللي تحزز من جهازنا المناعي زي عنصر الزنك وفايتامين سي ودي حاجات بسيطة بنلاقيها في أكلات متوفرة في كل بيت يعني الزنك بنلاقيه بوفرة جدا في البيض البوكوليات اللحوم منتجات الألبان موجود في المكسرات حتى المكسرات الأسعارها في متناول في متناول كل أسرة زي الفول السوداني غاني جدا بعنصر الزنك الزنك ضروري جدا في تعزيز وتقوية جهازنا المناعي تمام يعني عشان ما عرضش يتفكر بقى كسرات غيلية لا مش هقدر أجيب لا إحنا هددنا بدائل يا جماعة وبدال اقتصادية جدا وفيه كمان عنصر فيتامين سي فيتامين سي بنلاقيه موجود في أكلات موجودة في كل بيت وأكلات بسيطة جدا زي الفراولة الكيوي الفلفل الأغدر الفلفل الألوان اللمون دي كلها حاجات بسيطة جدا موجود فيها فيتامين سي دايما بننصح الحالات اللي بتكون منعية خضعيفة ومعرضة إن هي تتعرض بشكل كبير للأمراض المناعية إن نتخلي طبق السلطة معيها أساسي في كل الوجبات وممكن كمان نعزز القيمة الغذائية للطبق السلطة بإننا بنعصر عليه للمونة نحط عليه معلقة زيت زتون دهون صحية جدا فيها أميجا سري بتعزز وبتقاوي من جهازنا المناعي ليه لما احنا بنبتدي الرحلة دي الحقيقة سواء إشعاع أو كيمو عند البعض وكل واحد على حسب حالته يقولك لا أنا مش مهم الأكل أنا عايزها أخلص أو لا 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 أنا صحيحتي كويسة لا ده أنا مليانة أنا عندي مخزون إيه مدى قيمة الاهتمام بالتغذية في هذه المرحلة لإن إيه الفايتامينز اللي إحنا يعني بنفقدها للأسف في هذه المراحل لإن نخلي بالك إن الحالة النفسية بتؤثر تأثير شديد طبعا أن أنا أركز على الفايتامينز الضرورية الجسمي ده هيعزز جدا من مناعتي وهيساعدني أن أنا أحارب أي مرض خصوصا الأورام والأمراض السرطانية فيه طبعا حاجات كتير بتعزز جدا من الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية معظمها بيرتكز على الفواكه والخضروات اللي بتكون غنية بمضادات الأكسدة فيه كمان توابل وأكلات كتير بتعزز جدا من المناعة ضد الخلايا السرطانية التوابل زي إلا أنا بس عايزة أقول أن توابل هندية بيبقى لها كده يعني بعض المواصفات يقولك عشان تقيق من السرطانات إيه أهم هذه التوابل مشلين ده عموما يعني اللي هي متوفرة كمصريين الزنجبيل من الحاجات الممتازة جدا في محاربة الخلايا السرطانية فيه دراسات عملت عز زنجبيل لأينا أن تأثيره على الخلايا السرطانية وفي القضاء عليها زي تأثير العلاج الكيماوي الزنجبيل بيمتاز أنه هو مضاد أكسدة فيه بينقل جسم من السموم بيعتبر مضاد للالتهابات العزام والمفاصل فهو ممتاز جدا في محاربة وقتل الخلايا السرطانية كمان الكمون من الحاجات الجميلة جدا فيه محاربة الخلايا السرطانية في دراسات عملناها على الكمون لما دخلناها في البرنامج الغذائي لخلايا المرضى سرطاني البنكرياس لقينا أن 80% من الخلايا السرطانية تم القضاء عليها مجا الله معينه من الأمراض أو السرطانات الخطيرة والقوية فانت يدينا كده برضو يعني إيه بريقة أمل في كل حالة لأن كل حالة ليها جزئية خاصة البنكرياس من أصعب هذه الإصابات ده حقيقي كمان التوم من الحاجات الجميلة جدا لو دخلناها فيه نظام الغذائي لمرضى السرطان بانتظام مشكلة التوم طبعا ريحته كريهة وده بسبب وجود الكابريد ولكن مادة الكابريد ليها دور فعال وكبير في محاربة الخلايا السرطانية طب هل ممكن إيه البديل عشان أنا لو أنا يعني ريحة بالنسبة للمريد بتبقى مع الإشعاع أو مع أخذ جرعات الكابريد موجود بوفرة في خضروات زي البروكلي بروكلي غني جدا بالكابريد ومروش ريحة يعني مروش ريحة نفازة يعني ده حقيقي من الحاجات الجميلة اللي ممكن برضو بندخلها في البروكريم الغذائي المرضى السرطان خضروات مفيدة جدا زي السبانخ والبروكلي ومدهز جدا في محاربة الخلايا السرطانية فيه طبعا أكلات تانية زي الفول الفول من الممكن نستبدله باللحوم الحامرة مع مرضى السرطان الفول في مادة حمض الفتيك حمض الفتيك بيقلل من استنساخ الخلايا السرطانية وبيقلل من نموها فممتاز جدا يعني ممكن يخلي الحالة مستقرة إلى حد كبير ما يزودش ما بقاش في زيادة في هذه الخلايا كمان الفول فيه عناصر غذائية مفيدة جدا زي حمض الفوليك وفيتامين بي سكس اللي بتعزز وبتقاوي من جهازنا المناعي ايه الشكل والطريقة لما حاست أن المريض أو المريضة ما عندهمش قابلية للأكل هل أنا ممكن أتحول إلى الفيتامينز البديلة هل ممكن أن أنا أضرب في الخلاط أعمل ايه البداء اللي أنا ممكن ممكن ناخد عصاير طبيعية غنية بمضادات الأكسادة مضادات الأكسادة ليها دور كبير في مقاومة الخلايا السرطانية مضادات الأكسادة بتحمي الخلايا من التلف الناتج عن السموم الناتج عن الخلايا السرطانية المضادات الأكساد دي بنلاقيها بوافرة في عصير التود في عصير الرمان عصير البرتقال دي كلها حاجات بسيطة جدا وسهلة ومشروبات صحية ممكن نديها لمرضى السرطان نصيحة بقى أخيرة كده وإحنا بنختم الفقرة الجميلة السريعة المركزة قوي كده يا دكتور أسماء أهم هذه النصيحة عايزة أقول للي بيشوفنا دلوقتي إيه اللي بيرعى المريض والمريض نفسه لازم أنصحه أو أقوله إيه سواء اللي بيراعي وسواء نفس المريض الأول عشان أنا أتجنب السرطان أو أتجنب أصلا الخلايا السرطانية إنها تظهر في جسني أولا نازم أنتجنب زيادة الوزن ومرض استمنى أبدأ أبعد عن المشروبات والسكريات والأكلات اللي بتكون غنية بالسكر العالي كمان نازم نظام الغذائي يكون فيه كميات وفيرة من الفايتامينز الموجودة في الخضروات والفواكه وأبعد طبعا عن الكحليات والتدخين العادات السيئة اللي بتكون سبب رئيسي في ظهور الأمراض السرطانية النهاردة فعلا نتكلم على هذه المنظومة فعلا عندنا يجمع كتب وبحور لهذا الأمر إنه كل يوم فيه جديد وأنا سيدة دكتور أسماء خليتكت معايا النهاردة بسطت لنا هذه الأمور وإن شاء الله يا رب العالمين أتمنى لحضراتكم الشفاء اللي ماني وصاب بهذا الأمر بس خلي بالكم إن العملية التغذوية مهمة جدا جدا معلش نيجي على نفسنا واللي بيراعي أي مريض يحاول يصبر عليه عبير أخبرني إحنا أخبرنا مية مية يعني شف نوع الحقيقة يعني قررت إن هي تراضيني عشان خطر أشتغل وأنا يفسي مفتوحة فخلصت الحلويات عشان خطرناها عشان تبتجي بيها لطول تبيني بقى أنا الأرانب يا عبير يعني نخلي بقى ما إحنا لازم نعمل تيست بقى ناخد شوية وانتي شوية أنا هسيب لك الأرانب يا حبيبتي طيب إن شاء الله نستمتع بإذن الله من خلال فقرة المطبخ وطعم البيوت والفقرة الحوارية مع عبير وإن شاء الله نستمتع بها دي الفقرات وطبعا بنشكر طبعا دكتور أسماء خالد أخصائط التغذية واسمنة كانت معنا النهاردة أشكرك يا حبيبتي أهلا بذلك وشهدين ننتقل بحضراتكم للفقرة القادمة وطعم البيوت بكل التفاصيل وخليكم معايا اشتركوا في القناة